اشتركوا في القناة افتتاح الرسمي لمكاتب التوفيق الاسري في مركز ستر الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي كفرعين لمكتب التوفيق الاسري الرئيسي وقال معاليه ان تشغيل هذين الفرعين يهدف الى تعزيز وتنويع الوسائل البديل لتسوية المنازعات معتبرا بان افتتاح المكتبين يأتي كمرحلة اولى تمهيدا لتغطية حاجة الاسر للمكاتب في جميع المحافظات وعرب معالي وزير العدل عن خالص شكره وتقديره لجهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية في تاحة المراكز الاجتماعية لتأسيس افرع مكتب التوفيق الاسري بناء على توصية من المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بن ابراهيم الخليفة قرينة العاهل المفدة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف اول جهة تستجيب الى الاطار الموحد لتطوير الخدمات الاسرية وتطوير البرامج التوعوية الاسرية فبالتالي نشوف بان من خلال فتح الافرع سيتم توسيع تقديم خدمة التوفيق الاسري على مستوى كافة المناطق اليوم مملكة البحرين من بعد تطوير الخدمة على مستوى مبنى القضاء الشرعي موجود اليوم بالرفاع فاليوم ان شاء الله مع هذه الافتتاح سيتم تنفيذ وتحقيق اول البرنامج او مبادرة تحت مظلة الاطار والذي تم وضعه واعداده من قبل المجلس لاعلى المرأة الفكرة من وجود هاي المكتبين اهو امتداد للمكتب الاساسي الموجود في الرفاع عشان يكون فيه اكسس على الخدمات اللي تقدم للمواطن البحريني فهي ان شاء الله بتكون مرحلة اولى نبتدي بمحافتين بالاضافة الى الرفاع طبعا اللي تقدم ليها شريحة اكبر من المجتمع في المحافظة الجنوبية وغيرها وان شاء الله في المستقبل لما تنجح التجربة راح نعممها لمحافظات البحرين كلها الفكرة من وجود هاي المكتبين طبعا تقدم خدمات للتوفيق الاسري تقدم الارشاد الاسري فيه طبعا اخصائيين من الارشاد الاسري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة